أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية تكون له الشخصية الاعتبارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا لنص القرار فإن المركز يهدف إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المدين المتوسط والبعيد بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة كما يختص المركز بإجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات